موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي ها انا شاء الله نقدمو الحلقة ديال الذكر منين كي اجز يعني الذكر العاجز عن المزوجة كما كتعرفو اه الذكر مني كي يكون كي كبر عندكم احنا نقوله بحال هاد الذكر هاده رابقي عاد صغير اه هو ده باده عنده واحد شهرين شهرين واحد عشر ايام شهرين وعشر ايام تقريبا باقي ما قادش انه يتزاوج وخكيبان الحجم دياله تبارك الله ما بيش ولكن ماشي ماشي هاده هو اللي غاد يقدر يتزاوج مع الامثة اما بحال هاده كي تعتبر شانشيلا اما بحال هاده تبارك الله هاده رابقيون لاحظ انه بدأ الخصوبة دياله كتقل شنو درت له باش قدرت انني ندارك الموقف هو انني اعطيته التومة التومة مكدير تحميه اولا من بزاف ديالالامراض تانيا انها كتسخن كتعطيه واحد سخونيه هادشي كل شي مزيان ولكن يش حلم واحد كيبقى محتفظ بواحد الارنب الواحد نقوله مدة سنة ما كيعرش بلا رات الارنب كيشرف احنا كنقوله كيشرف يعني يلا بقى عندك مدة طويلة راته هو المدة ديال الخصوبة دياله را ما كيبقاش هو هاده انتم بحل بهاده غاد ينهزوا ثم بسم الله ثم شوفوا الخصيات دياله كيف شو اللو دايني يعني يبدو كيدبالو والخصيات دياله رام كيكونوا يعني من فوخين وحد 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 نسبة اما هاده راه ضرب عندي دابات باك الله عام يعني خصلت بيش حلم من مرة راه مزيان يعني يعطاني الانتاج حلم من خطرة ولكن من كيبدا يفوت العام صفي يعني انا كان دلت على الموضوع باش منين تبقوا تشريو شي ارنب ماشي ماشي ذكر يعني ماشي غادي تمشي وغادي تشريو واحد الارنب يعني بواحد دخامة وتقوله بيالله داره ولي غادي يكون مزيان لا الحجم مزيان انه باش كي يسيطر على الانثى ولكن المشكل يعني خصو يكون صغير في السن يعني ما يكونش فيه مثلا عامين ويكون تقول بيالله قادي هو راش شرف هاداك عامين راش شرف خصو يكون بقي عاد فتي فتي اسمه هي وهو يكون عنده مثلا ست شهر الفوق مثلا سبعة شهور اه ثمان شهور ماشي مشكي انا داره بكمل عندي عام وشهرين عام وشهرين بالضبع حسيت بيب داكي نقص ما بقى شكي عنده داك الحيوية وداك السخون اللي كان عنده شعال دي هوف تبارك الله كان صغير كان فحل يعني في ثمان شهور تسعوش تسعوش شهور را كان كان عطيه الايناس بزاف يعني كان كي يلقحهم بكل سهولة اه القادية ديال الوزن دياله كي يبال لكم بالي راه مناسب يعني ما كبيرش بزاف ما صغيرش بزاف يعني من كي يتحل بحال هاكا ثم من كي يتحل بحال هاكا شوفوا هنايا مشي من هنا يعني ضخم لا يعني عنده رشاقة ممكن انه يشد الانثى ويعني يطلع فوق منها ويدير لتزاوج دياله العملية لتزاوج دياله اما باش يكون ضخم كتر من الحد كونوا متأكدين انه بعدها مني غات هزو غاتلقوا فيه التهاب العرقوب بعدها اه 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 اني مشكيل كي يواجه اه الالذكر الضخم لانه هو ما كيبغي يتزاوج كيبقى يضرب رجليه في الكاج هاكا هو كيبغي يعني يسيطر على الانثى بهذه الطريقة سمو كيوقع كي يجيه التهاب العرقوب التهاب العرقوب وهو واحد الجروح كتوقع على مستوى الارجول الخلفية مع ذلك الجروح في الحقه مكتدوش بسرعه كتوقع الارنب كيعرج كي ولي فيه درجة الحرارة دياله كتوقع مرتفعة لانه كين واحد جروح في الارجول دياله صعيبا في المداوية خاصة تقدير بزاف ديال المراحيل باش كتتحيينا عندي فيديويات كهاضر على انتهاب العرقوب خاصة ما يكونش مقيح ميكونش فيه القيح مهم الموضوع ديالنا ديال هدنهار حاولوا انكم الارنب مني يكمل العام حاولوا تخلصوا منه صافي جيبوا ارنب جديد حدا بق اناين ان شاء الله راني عندي اراني بخرين كنحاول اني نوجدهم باش باش يكونوا ذكور يعني كنشوفش واحد اللي سريع الحركة فحل احنا كنقوله فحل يعني يعطيك واحد الانتاج يعني لا بأس بيه اما الارنب مني كيكمل سانه صافي راه انتم ما غا تقولوا تلاحظوا ان يعني المرضوضية دياله كتقل كيولي كيولي الانثة الولاة صافي كيعيف ما كيبقاش عنده ديك القوة اللي كانت عنده من قبل لان هذا هو الموضوع ديالنا ديال النار حاولوا انكم ما تخلوش شي واحد يضحك عليكم مني تبغو تشيرو شي ضكر سولوه على السين دياله ماش يتشوفوا الدخامة دياله او هي تشوفوا السلالة مزيان بابيون مزيان بابيون بابيون كيكون فالذكر كيكون صادق اما السين دياله اللي كان فيت العام يكونوا متأكدين انه ما غاديش يكون يعني غادي اعطيكم واحد الانتاج اللي انتم ما غادي تفرحوا به لا غادي يكون واحد الانتاج قليل هو بالنسبة التلقيح دياله كيكون يعني كيعطي العدد في الخلفات ولكن ما كيعطيش العدد فما كيقدرش يلقح بزاف ديال المتوات كي يلقح اللولة احنا دمكنا نحسبو الفوحولة ديالذكر كيفاش كتتحصل كتتحسب بهو شحال من خطره لقح مثلا كتلقاه هو اعطيش الأنثى اللولة التانية التالتة الرابعة كتلقاه كي تلقى كي يلقح بتانين خمسات المتوات في خطره في مرة يرى مخصش تكون لان الدكار كي ايا ولكن كاين واحد النوع لي كيكون فحل هذا كيكون يعني ما شاء الله كيكون يعني عنده السائل المنوي يعني بواحد الغزارة يعني كيكون مزيان هو ديالك كاكس يدير بيعطي ديالك القوة اذا الحلقة ديالنا هي هذه الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر الجام باش تسندونا كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة